تضع على أسبوع الجزائر رقم 13 مليار دولار الذي أطلقه الرئيس عبد المجلد تبون كما دخيل خارج إطار المحروقات مع الإعلان عن إنشاء مجلس وطنيك للتصدير وتكريم الشركات للغرض نفسه بينها مجمع سيفيطال الواقع مالكه يسعد البراب تحت الرقابة القضائية تزامن ذلك أيضا مع إعلان السلطات اعتزامها فتح قطوط جوية لدول أفريقية يطالب تبون بالتعشير بفتحها في حين أن الفرص الاقتصادية في النقل الجوي أكثر حيوية شمالا خصوصا نحو أمريكا وأوروبا أين توجد غالبية الجزائرية وفق اقتصاديين ومما أثار تساؤلات هذا الأسبوع التعاون التجاري مع دول حدودية كموريطانيا ومالي والنيجر ومتنجح ذلك وهي المحسوبة على دول غير منتجة مقارنة بغيرها في المجموعة الاقتصادية الأوروبية ورغم ذلك يجل السعي بالفتاح عليها في إطار الإنجازات التي تؤمن بها السلطة ولا تجد تجسيدا على أرض الواقع وفق المنتقدين برزت افتتاحية مجلة الجيش وهي تثني على إنجازات الرئيس تبون متمهية مع ما صرح به قائد الأركان الفريق أول سعيد شنغريحة لدى الاشتراف على تخرج دفوعات من الأكاديمية العسكرية في شرشان قبل أيام وفق المجلة فقد سجلت إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد منذ انتخابه وهو يؤسس للجزائر الجديدة المجلة دعت لتعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها لكنها لا ترصد ما تعاني تلك الجبهة من غلاء للمعيشة وحرائق تحاصل عطلتها الصيفية فضلا عن سقوف حرية تضيق بأفقهم في كل تقرير الحقوق عن البلاد